يوم الكفارة يمكن أهم عمل لرئيس الكهنة اللي هو لهذا اليوم خلينا نخوض في هذا الموضوع أول وأهم وظيفة لرئيس الكهنة وليس الكهنة العاديين أنه يدخل إلى قدس الأقداس في العهد القديم في يوم كيبور اللي هو يوم الكفارة في لوين 16 عشان يعمل حاجة اسمها كفارة يعمل كفار ويعمل غطاء وبدون هذا الغطاء كان الشعب يموت عن نفسه وعن الشعب يعمل كفارة عن نفسه في الأول ويعمل كفارة عن الشعب وكان في هذا اليوم في لوين 16 أخ نزار هناك بعض الإجراءات الإجراء الأولاني كان لابد أن يكون رئيس الكهنة لابسا كتان أبيض ويرحد جسده برقم واحد يخلع ثياب المجد ويلبس ثياب كتان بسيطة ده لي معنى؟ ده لي معنى لأنه دوة كل دوة صورة ورمز لرئيس الكهنة الأعظم الرب يسوع المسيح عندما أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس لكي يقوم بالكفارة الحقيقية الأبدية الأمر رقم 2 في لوين 16 كان رئيس الكهنة بعدما يعمل كفارة لنفسه والبيته يعمل كفارة للشعب إزاي؟ كان بيجيب ثور للخطية وكبش للمحرقة ويدبح الأتنين ويدخل بدمهما إلى قدس الأقداس وعندما يدخل إلى قدس الأقداس هناك في حضرة الله في قدس الأقداس كان تابوت العهد مش عايز أخش في التفاصيل الدقيقة طبعا وعلى تابوت العهد غطاء اسمه كرسي الرحمة أو الغطاء الذهبي كان يأخذ من الدم الكفارة وبس عشان أوضح للمشاهد تابوت مش التابوت اللي إحنا بنعرفه وبيتكلم عن صندوق خشب من الصمت بحجم معين لكن كان مغش كله بدهبوا عبارة عن صندوق نعم هذا قدس الأقداس كان هناك يحضر الله قال له أجتمع بك هناك على الغطاء أنا أتكلم عن الكفارة دلوقتي هي الكفارة غطاء للذنوب وخطايا وأثام الشعب وبدون هذه الكفارة الشعب يموت في الحال فكيف تتم هذه الكفارة يذبح ثور الخطية وكبش المحرقة ويدخل بهم إلى قدس الأقداس ويأخذ من الدم ويرش على الغطاء مرة واحدة وقدام الغطاء سبع مرات فيكفر عن آثام الشعب في هذا اليوم نعم وكانت هذه الكفارة لها مدة صلاحية أخ نزار كانت كفارة لمدة سنة واحدة سنة ويوم الشعب يموت لكن الفرق الكبير بقى اللي بحبه عن الرب يسوع المسيح رئيس الكهنة لما دخل مش إلى أخداس أرضية هأرأ أيتين من رسالة العبرانيين لو تسمح لي تفضل الآية الأولانية موجودة في رسالة العبرانيين أصحاح سبعة وعدد يمكن ستة وعشرين يقول عنه الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب المسيح لم يكن محتاج أن يكفر عن خطايا هو حاش له لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه عبرانين 9 عدد 12 يقول وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه وما أغلى دم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا في يوم مثل يوم الكيبور اللي بيحتفلوا بيه اليهود النهاردة دخل المسيح إلى الأقداس السماوية إنجاز التعبير أقول هذا اللفظ وعمل كفارة لنا ليس كفارة سنوية بل وجد فداء أبديا ليه الفداء بتاع المسيح أبدي مش وقتي لأنه أولا دخل بدم نفسه والأمر الثاني قدم نفسه فوجد فداء أبديا أبديا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر